من فعاليات الاحتفال بعيد العمال وتحت رعاية رئيس الهيئة العامة لاستعلامات نظم مركز اعلام الدخل بمحافظة الوادي الجديد احتفالية موسعة وندوة تثقيفية تحت عنوان عمال مصر الثروة الحقيقية وسلاح التنمية والبناء بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات العمال بمحافظة الوادي الجديد والوحدة المحلية لمركز مدينة الدخلة بمقر مركز الاعلام حضر الاحتفالية قيادات تنفيذية وطبيعية وشعبية من المحافظة تناولت الندوة دور العمال في نهضة مصر الحديثة في ظل الجمهورية الجديدة ودعم وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات تنموية عملاقة في مختلف المجالات بفضل سواعد ابنائها المخلصين هذا واشر المتحدثون الى ان الاحتفال بعيد العمال في محافظة الوادي الجديد له طابع خاص في ظل اهتمام المحافظة بقطاع الزراعة الذي يعمل فيه غالبية ابناء المحافظة وانتشار الحرف التراثية واليدوية التي ابدع فيها الكثيرون من ابناء المحافظة